دون سابق انذار أغلقت السلطات الحكومية في محافظة المثنى أحد الشوارع الرئيسة بداع الاستثمار في منطقة الغرب الثاني إجراء قوبل بموجة غضب من قبل سكان المنطقة بمن فيهم أصحاب المحال التجارية والعيادات الطبية حيث خرجت احتجاجات مطالبة بإلغاء قرار غلق الشارع يعني المستثمر ما لقى غير هالمكان هذا أكو مصاطحات هذا خارج المحافظة يسقط يعني بس هالمكان اللقاء هذا يسد شارع على العالم يلغي القرار هذا لهذه السماوة لأن الشارع يتضرر والعوال كيف تتضرر هذا يؤكد السكان المحتجون أن تنفيذ قرار إغلاق شارع منطقة الغربي الثاني وإحالته للاستثمار من شأنه الإضرار بمصالح المواطنين العامة والخاصة هو أساسا شارع رئيسي ترى مو فرعي هذا عيادات ومنطقة سكنية مين ندخل أنا محلي هذا في صف الشارع مين ندخل محلي وناس مرضي ما يجوز هذا ويقول المحتجون أن المشروع يخدم المستثمر ويضر بالمئات وربما الآلاف من سكان المحافظة والحال نفسه بالنسبة لأغلب المشاريع الاستثمارية في المثنى وبقية المحافظات حيث يغيب التخطيط السليم للمنفعة العامة وتبقى الكلمة الأخيرة للمحسوبية والمكاسب المالية لمتنفذين مدعومين من الأحزاب السياسية اشتركوا في القناة